السلام عليكم احنا تعودنا بسلسرة متل Gearsolid انه اذا اسمعنا صوت الانذار هذا معنى انه يصر لازم تتخبع في رايزنج اذا اسمعنا هذا الصوت معنى انه وقت التقطيع بدأ خلص ما راح اعيدها والله في رايزنج لعبة هاكن سلاش من تطوير بلاتنم قيمز اللي كانوا قدموا لنا ألعاب مشابهة مثل بايونيتا فانكوش كلها نفس الفئة تقريبا وبدعوا في هذا المجال والان هم استلموا هذا المشروع من كونامي كوجيما بنفسه اشرف على المشروع هذا بحيث يتأكد ان المشروع يعني ما يطلع عن جو متل Gears معنى اكيد يتأكد موجود اللمسات المعروفة مثل المكالمات اللي تنقسم الشاشة مثل تموت الشخصية اول نذكر سنيك 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 حصرت رايزن 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 فيه كمان الصوت المعروفة مثل لا تتوقع قصة ملحمية في متا جير رايزن طبعا هذا الشي احنا متعودين عليه في كل العالم هاكن سلاش تقريبا قصص تكون لحد ما عادية في متا جير رايزن القصة بطلها رايدن اللي هو بطل متا جير سوليد 2 اللي كان مكروه في البداية وبعدين الناس رجعوا حبوه من جديد في متا جير سوليد 4 بعد ما صار سايبورغ الان هو بطل هذا الجزء اللي احداث الدور بعد سنوات بسيطة بعد متا جير سوليد 4 الحداث تبدأ في افريقيا ورايدن صار عضو في شركاء عسكرية خاصة ما نوخش بتفاصيل اكثر اكد السلوب اللعب هو اكثر شي يميز متا جير رايزنج طبعا كلعبة هاكن سلاش تكون فكرة رايزنج هي نفسها انك تقضي على عدائك وتمشي يجونك بجموع عدائك تكتلهم وتكمل وتكمل في نقاط مميزة تخلي متا جير رايزنج تتميز عن غيرها من العاب الهاكن سلاش في بداية عندنا ركضة النينجا كلعليك تدغط زر ركضة النينجا ورايدن بيسوي اشياء كثيرة من نفسها في البداية بيصير او شي يركضه بسرعة ثاني شي اي عوائق قدامه ما راح تشكل عوائق فعليا يعني اذا كان لازم يقفز راح يقفز اذا كان لازم يتزحلق اتزحلق من نفسه حتى الطلقات اذا فيه طلقات نارية جاي الطريق راح يصدها بنفسه بدون انت ما تدغط اي زر كمان في بعض المقاطع في اللعبة وممكن مثلا تيجي عليه صواريخ او شي فهو يصير من نفسه تلقائيا يقفز من صاروخ وصاروخ لما يوصل الى هدفه ثاني شي بنتكلم عنه هي طريقة الصد فمتا قل رايزك ما فيه زر معين تضغط او تصير تصد كل الضربات اللي تجيك مثل بعض الاعاب بعض الاعابة ممكن تضغط زر الصد وتتكي في الزاوية ويحاول يضربونك ولا يجيك شي بالعكس وم المساكين اللي حاولين يوصلوا لك هنا لا الضربات راح توصلك طول الوقت ما فيه زر معين للصد لكن فيه زر تضغط في لحظة مناسبة بحث انك تصد الضربة ممكن حتى انك تسوي كاونتر على عدوك مثل ما قلنا لازم تكون متوجه للعدو تمام وتضغط الزر في نفس الوقت في البداية لما اجربت هذا الشي سيحس انها ممكن تضر التجربة بشكل عام وانه شي مره مشوار ومعقد بزيادة لكن لما لعبت اللعبة كاملة الحين وبدأت تمكن من طريقة الصد الجديدة بالعكس جدا 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 ممتعة وتحسسك انك فعلا قوي لما تكون ضربة جيدك وتصدها في نفس اللحظة ترى شي جدا واو اول ما اعلنوا عن متل جير رايزنج كان اكثر شي مركزين عليه هو التقطيع يمكن كثير منكم يذكرون هذاك المقطع حق رايزنج اللي هو يقطع البطيخة او الحب حب هذا المبدأ هو الرئيسي في اللعبات انك تقدر تقطع تقريبا اي شي قدامك وهذا شي راح نشوفه في المعارك ان تقدر تقطع الجنود انت تطور بهم عادي بعد ان تضغط الزر يدخلك على بلايد مود او الطور الخاص بالسيف والتقطيع بحيث انك تقدر تقطع اي شي بشكل يتبقى اي شي بشكل تبقى يسان تقدر اليدة هذي ما عجبتني والله حتى رجولة مو ذاك الزود هو كله على بعض اكسما نصين فعادي في برضه شي مهم احيانا لما تجي تقطع عدوك رح يطالك مربع صغير يوريكم مكان تقطع منه لازم تقطع منه من هذا المكان بيصير ان تقدر تاخذ اللي هو العمودة الفقري او الخاعش الشوكي او مدني او اذا فيه دكتور قدر قلنا هذا بشكل يصير انك تاخذه وهذا الشي رح يعالج طاقتك بالكامل احيانا اذا غلط فيها مو مشكلة هذا الشي رح يطيح على الارضة بتقدر تاخذه بس لك ما رح يعالج قوتك بشكل كامل التقطيع مو بس على الاعداء الصغار بتقدر حتى تقطع من متغير مثل ما انا شايفينه في فيديو فيه مقاطع انت لازم تضغط زر معين في اللحظة المناسبة رح يدخلك البلايد مود وتصير تقدر تقطع مثلا رشاشات اللي عليها او حتى تقطع اجزام الرجلة في نهاية متغير رايزنج لعبة هاكن سلاش ممتازة جدا فيها كثير من ايجابيات نفس وقت اكيد لها عيوبة الايجابيات طبعا اكيد نرسوم اللعبة ممتازة فانش عندنا الاكشن جدا رايع في اللعبة ورتمة سريع سريع بشكل صعب انك تتلقى في اي لعبة مشابهة طبعا في نهاية هي تظل لعبة متغير فاكيد لها نكهة وخاصة خصوصا فيها لمحات شوية تذكركم بسلسلة ومن ابرز العيوب ان قصر عمر اللعبان اعرف شاب خرصة ربع ساعات ونص انا شخصية خلصتها في خمس ساعات في غيري ممكن يخلص فترة اطول بعض ممكن اسرى حيث تقترب الحسب طريقة لعبك لكن بشكل عام اللعبة فعلا تعتبر قصيرة بس عمر اللعبة يمكن ان تغاضى عنها شوية بحكم انه في ناس ممكن يعيد اللعبة مرة ومرتين ثلاثة فما رح يكون ذاك الشي الكبير اللعب اللي فعلا توقع ان يشكل مشكلة اللي هو الكاميرا في مقاطع في اللعبة ما رح تكون جدا تساعدك انك تلتفت الاعداء وتسد ضربات انه مثل ما قلنا انه الكاونتر او صد الضربات في اللعبة ايتم انك تكون تنظر في العدو وتضغط الزر في اللحظة اللي هو يهاجمك فيها فمتغير رايزنج الاسف حال الكاميرا رح تسبب لك مشكلة ما بتقدر انك تؤدي هذا الشي بشكل مطلوب في النهاية اعتقد ان متا غير رايزنج تستاهل تقييم اربعة من خمسة بكل جدارة لعبة هاكن سلاش مبتازة جدا واذا انت حبيت هلعاب مثل بايو نتا سلسرة قاد وفور سلسرة ديفل ماي كراي فهذا اللعبة مفصلة خصيصا لك يعطيكم الفعافية على المتابعة ومحب نذكركم انه رح يكون في مراجع لتوم برايدر باذن الله رح تنزل يوم الاثنين وغدا الاحد رح يكون في عندنا نشرة اخبار الاحد ورح نعلم فيها اسم الفائز بال11 لعبة حق نشرة اخبار الاربع الماضي سبحانك اللهم بحمدك اشهد للا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وشوكم ان شاء الله بحلقة جاية مع سلامة